في ظل ارتفاع أعداد الإصابات في السلطنة هل هناك تواجه لإغلاق الأنشطة التجارية مرة أخرى؟ ويعني بلا شك إغلاق مرة أخرى بعض الأنشطة أو بعض المناطق هذا شيء وارد جدا وهذا لا نتوقعه فقط في عمان يمكن على المستوى العالمي إلى أن نصل إلى علاج لهذا المرض ستكون هناك فترات من الفتح والإغلاق والفتح والإغلاق وغيرها متى سيتم اعتماد وثيقة التعايش؟ وما أبرز مضامينها؟ بالنسبة لوثيقة التعايش هذه الوثيقة تم اعتمادها الآن من فريق التعايش المنبثق من اللجنة العليا برئاسة معالي الدكتور عبدالله الحراسي رئيس الهيئة العامة للإذاوة التلفزيون والآن رفعت إلى اللجنة العليا للاعتماد بالنسبة للوثيقة هي تعتمد على عدة مراحل مثل ما تفضل مع الوزير يعني في البداية كانت الإجراءات الوطنية متدرجة فلذلك أيضا الرجوع يكون متدرج تم وضع الوثيقة على مستويات مستوى الأول الأول الثاني الثالث حسب الأنشطة التي سيتم فتحها لكن أيضا سيتم تعامل معها بشكل قطاعي يعني قطاعات النقل، قطاع التعليم، قطاع الصحة، قطاع النقل العام قطاع الأنشطة التجارية والاقتصادية ويتم تشكيل فرق من جميع هذه القطاعات على اسمه أيضا قطاع السياحة والفندقة بحيث أنه يتم وضع الاشتراطات الاحترازية يتم إيجاد آليات للحوكمة والمتابعة لهذه القطاعات اشتركوا في القناة